ديجلا وحليب مع الأستاذ البخاري بن صالح مواهب الله إليك يلزمها أن تكون متهيئ القلب لورودها عليك بذلك تورق وتثمر وتزهر وتنتج وتؤتي أكلها بإذن ربها والذين لا يهيئون قلوبهم يخسرون كثيرا كل مشكلة ولها حل عليك فقط أن تسلك الطريق الصحيح الموصلة وأول الهمة أن تحسن الاستعانة بالله تبارك وتعالى تضرع إليه ألح بالدعاء بين يديه وأكفر المناجاة لحاجتك ثم أدر المشكلة على وجوه كثيرة وقل بالحلول المقترحة أدرس المشكلة وأنت في حالة نفسية طيبة هادئة أشرك معك غيرك ممن تثق بعقله ونصحه فعقلاني خير من عقل واحد وثلاثة خير من عقلين كم من مشكلة تعسرت على صاحبها حتى ظن أنها لا تفرج فجاء الله بالفرج لها على لساني صديق ثقة ناصح ثق أنك إذا أتيت البيوت من أبوابها لن تندم أروح فؤادك بالرضا ترجع إلى روح رطيب لا تيأسن وإن ألح الدهر من فرج قريب والله المستعان على كل حال ديجلا وحليب مع الأستاذ البخاري بن صالح ترجمة نانسي قنقر